اشتركوا في القناة سعادة غامرة أن نرى هذه الوجوه النيرة فالعمامة البيضاء تمثل السماحة الأزهرية والعلوم المعتدلة الوسطية فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب وإن كان في وقت صعب على الذهن أن يتحضر أو على النفس أن تحضر نسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا السلامة والتوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى في بدء هذه الجلسة أن يحفظ مصر من كل سوء ويحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وأن يعم السلام العالم كله في بدء هذا نمتدأ بالشكر الأصيل والشكر الوافر لراعي هذا المؤتمر السيد رئيس الجمهورية فهو دائما ما يرعى مؤتمرات وزارة الأوقاف لعلمه اليقيني أن الأوقاف المصرية تدعو دائما إلى الوسطية والشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف الذي يختار مختار يختار دائما موضوعات مهمة وموضوعات دائما نحن في حاجة إليها فالشكر لكل وزارة الأوقاف بدءا من معالي الوزير وجميع الدعاء وجميع العاملين في ديوان الوزارة لأننا في اللجنة الدينية نتعامل دائما مع ديوان الوزارة سواء مع معالي الوزير أو مع مشايخنا الأفاضل الكرام الذين نراهم دائما في حضرة طيبة متواصلة نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد وأنا أتوسط مجموعة من السادة العلماء الذين قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء العلماء ورثة الأنبياء فإذا توسطت بعلماء الأزهر فلا تطرف في الكلام ولا إرهاب في الفعل ولكن وساطية كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء أجلاء سوف يتحدثون عن موضوع هذا المؤتمر سواء كانت المواطنة أو سواء كان التسامح الديني والمواطنة حتى نكون على بينة أيها العلماء لا بد لها من التسامح لا بد إذا أردنا مواطنة سليمة صحيحة تخدم المجتمع فلا بد أن ينتشر التسامح بين الناس لأن التسامح يبني المحبة ويبني التضامن ويدحض العصبية ويجمع الناس على الأخوة الإنسانية فهذا أمر مطلوب حتى تقوم المواطنة بصحيح فعلها وصحيح قولها لا أريد أن أسترسي في الحديث حتى أعطي للعلماء الأجلاء الكلمة كل بقيمته وقامته أستأذنكم في البداية مباشرة نستمع إلى معالي الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد فليتفضل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد في البداية أقدم الشكر الجزيل لمصر العروبة ممثلة في رئيسها رئيس همد الفتاح السيسي الذي علمنا هذه المناهج كما أشكر وزارة الشؤون وزارة الأوقاف ورئاسة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ممثلة في أزهرنا العطاء أزهر العطاء قبلة العلماء ونحن عندما نجلس مثل هذه الجلسات نرى هناك في قيم إنسانية كبيرة هي تتحقق في مثل هذه الجلسات حقيقة في الوقت الذي كنت أنا فيه وصلتني الدعوة من هنا هناك في دعوتين أو أخرين وصلتني ولكن هذه هي أحق بالإجابة وبالاستجابة حقيقة المؤتمر الثاني والثلاثين قد يحقق لنا الشيء الكثير والكثير وأنا عندما رأيت هذا العنوان الكبير حقيقة تصفحت كل العناوين أو المواضيع والمحاور التي احتوى عليها وهي تسعة موضوع كلها حساسة والبشرية في حاجة إليها في هذا الوقت الذي نحن فيه من بين هذه المحاور اخترت المحور أنه هو الخامس التسامح الديني وكما قال السيد رئيس الجلسة أن التسامح الديني ربما يكون هو الأساس الذي تتحقق بمقتضاه الوطنية والمواطنة ومن أجل ذلك تناولت هذا الموضوع وكتبت فيه كلمة مداخلة ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تصل إليكم والآن ألخصها في تلخيصات بسيطة إن شاء الله في الحقيقة هذا المؤتمر يكون بفعالية كبيرة وهو زمانا ومكانا فهو تعطيه زخم كبير جدا في هذا المجال كون الزمان البشرية كلها محتاجة لم يسر هذا الأمر ونحن في جمهورية الشات قطعنا شوط في هذا المجال في التسامح الديني فيما بيننا بين الإسلام وبين الديانات الأخرى اللي هو عندنا الدين المسيحي بس فقط بقسميه نحن كلنا أنشأنا بحمد الله سبحانه وتعالى منبر سميناه منبر الأديان نجتمع فيه نتناقش فيه عندما نجتمع نتناقش نحن وطنيين يجمعنا وطن وتجمعنا إنسانية وعندما نقوم فالمسلم يذهب إلى مسجده والمسيح يذهب إلى كنيسته وهذا هو الشيء الذي أمنا به التسامح الديني أنا عندما وجدت هذه الكلمة التسامح الديني ومن أجل ذلك هذه الكلمة تناولتها يعني تناولتها بالتحليل فهي كلمة أولا مغرية حقيقة وهي جذابة وخاصة في هذا الزمن الذي لا يعرف إلا لغة التعالي والفوقية وقد هذه الكلمة كلمة التسامح أضيفت إلى الدين فوقفت أمام هذا التركيب التسامح الديني متأملا ما معنى هذا التركيب الإضافي ولما ظهر لي إشكال في دلالة التركيب أمدت إلى تفكيكه لأصل إلى الدلالة الإفرادية ومن ثم أصل إلى الدلالة التركيبية فوجدت أوضح معاني التسامح هو التجاوز العفو الصفح وماذا تعني كلمة الدين أيضا كذلك هي ما أخوز من الديدن أي العادة والسلوك وعلى هذا يكون التركيب دال على التسامح في التعامل العادي وفي هذه الحالة هيكون المعنى ضحيف جدا ولا يستحق إسالة الحبر أو أخذ مثل هذه المؤتمرات أو هي مأخوزة من دان لله يدين أي الإيمان بالمنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون منحجا للإنسانية تسعد به الدنيا وأخرى وهنا يعود الإشكال مرة ثانية هل المراد التنازل عن بعض المبادئ يعني اللي هو التسامح الديني هل يعني بهذا التنازل من بعض المبادئ وعن بعض المقاصد الدينية وهذا أطعا ليس المراد أو أن في الكلام حسف مضاف إلى التسامح بين أصحاب الدين وهذا أيضا ليس المراد لأنه يطلب التسامح من شريحة قليلة ويطرق الأكثرية للتعامل كما تريد وأخيرا استعنت بقرائنا الواقع فأدركت أن المراد هو الابتعاد عن التشدد والتنطع في الدين وسلوك المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط وهذا هو محور الورقة الذي دارت عليه معززة بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية فتحت مفهوم التسامح تعرضت للاشتقاق اللغوي وتعريف التسامح لغة واستلاحا وتحت عنوان حكم التسامح في الإسلام ذكرت أن التسامح صفة متجزرة في الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها وبهذا فهو سابق للأديان ولأجل هذا حصلت له نمازج في الجاهلية إذن فهو لازم من لوازم الإنسانية وركيزة من مرتكزات الحياة الشريعة وتحت عنوان أهمية التسامح ذكرت أن التسامح هو القاعدة الأساسية التي يجب أن تقوم عليها مبادئ وقيم العدل والسلام وفي قضية التسامح مع غير المسلمين أوضحت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين وحشدت لذلك أدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن السنة القولية والفعلية وأوضح مثال للسنة الفعلية صحيفة المدينة المنورة التي رسمت مسار الحياة للمجتمع المدني وفي الختام بينت أن الإسلام جعل التسامح والمحبة والوئام والتعايش السلمي مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل الاحترام المتبادل بين الكل والمساواة الحقة وفي ختام هذه الورقة قدمت شكر جزيل وسنائي الحسن ودعوة الصادقة لجمهورية مصر العربية ممثلة في رئيسها المؤمن الرئيس عبد الفستاح السيسي أعزه الله ونصر به الأمة الإسلامية وحمى مصر أرضا وحكومة وشعبا وأزهرا من كل مكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه هذه الورقة لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لها أن ترى النور وإن كانت جاءت متأخرة ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى سيستفيد منها الذي تقع في يده فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع الأمة الإسلامية وعلى قادة الأمة الإسلامية بالنصر وبالهداية وكذلك بالتبصر حتى تقوم هذه الأمة وترجع إلى أصولها وترجع إلى ماضيها التليد وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى أمة معصومة تسير على منهج الله سبحانه وتعالى وتحفظ لهذا الكون تحفظ له كيانة والمراد الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وخلق فيه هذا البشر وجعله خليفة عليه على هذا الكون نيابة عنه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والحمد والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله بارك الخير يحضرني في هذا اللقاء الطيب قول الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لما عفوت ولم أحقد على أحد رحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغض كأنما قد حش قلبي محبات الناس داء ودواء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات شكرا لك معالي الدكتور العزيز ولأن سمع إلى فضيلة الشيخ نفيه الله مفتي ورئيس الإدارة المركزية لمسلمي القسم الأسيوي فليتفضل جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فصيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة رئيس الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أصحاب السعادة والمعالي أصحاب السماهة والفضيلة السادة الحزور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أن ديننا الإسلام دين التصامخ حيث تنبع أصوله من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق الذي ارتزاه لعباده كما فضل الله تعالى أمة نبيه الكريم تنغيرها من الأمم بالوسطية التي تصف أمته بالصفات الحسنة ومنها التصامخ والعف والرحمة وغيرها من الصفات الكريمة التي من أسس نموه وتقدم ونهوز الشعوب ونشر المحبة والاحترام بين الناس في المجتمع إن التصامخ تجاه الآخرين من بني آدم ليس بموضوع تم إدخاله في الإسلام من أي مذهب أو إيديولوجي أخرى وليس هذا تكريما للديمقراطية الغربية التي حتى ولو تعترف بتعددية الأرى ولكن في أكثر الوقت تتمسك برأيها خاص أما أما نحن كمسلمين نحترم جميع بني آدم ذلك على خلقنا المشترك من آدم عليه السلام كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب كما يخترم لمسلمون أيضا أطبع ديانات أخرى وففقا لما يأمرنا به ديننا الحنيف لضرورة إقامة الألاقات الاجتماعية لبث روح التعايش السلمي والإحترام والتعاون مع الآخرين على أساس قيمة الإنسانية المشتركة كالعدل والرحمة والإحترام المتبادل وورد ذلك في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إن في عالمنا اليوم نجد أمثلة كثيرة لسوء التفاهم بين الناس كمماثل الديانات المختلفة ولذا أصبح من الضرور أن نفهم للجميع أن إيماننا بالله سبحانه وتعالى لا يحدد إيمان الآخرين وكمسلمين ينبع علينا أن نقبل الخير أينما وجد ولا ينبع لبني آدم الصالح أن يغرس في قلوب الناس شعور الخوف والعداوة والكراهية التي حرمها الله ولذا أذن الله للمسلمين بالتعايش السلمي مع غيرهم من الناس والملطفاتهم وتود إليهم قال الله في كتابه الكريم لا ينحكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم إن الله يحب المقسطين وفي نفس الوقت التصامح الديني لا يعني التساهل دون شرعية بل على العكس وهو وثيق السيلة بسياق شريعتنا كما أنه من المهم فهم الفرق بين التصامح والتساهل إن الفهم الصحيح لمعنى التصامح لا يعني موقفا مهملا تجاه أي مسألة تتعلق بأسس ديننا الحنيف الذي يسره الله تعالى لعباده المؤمنين بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذا جاء الدين الإسلامي ليخفف حياة الإنسان ويخرر من أغلال التي كانت تعصب بأمم السابقة كما نرى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم باليسر ونبذي الصعوبات وأيضا إن التصامح لا يعني الضعف في أصول الدين التي ترفز قطعا أي تنزلات مرتبطة بثوابت ديننا مع طلب من المسلمين امتناع عن الكراهية والعداء والظلم والقهر والإذلال تجاه آخرين أما الذين يعتبرون التصامح واللطف والوداع ضعفا فهذا يعني أنهم لم يفهموا عظامة هذا الدين إن التصامح مثل الاعتدال والعدالة واللين والقيم العظيمة الأخرى التي جاء بها الإسلام لها شرعيتها الخاصة والانخراف عنها سيكون عائقا كبيرا في فهم مبادئ دين الحنيف إن التصامح واليسر والبساط والرحمة يتوافقون مع أسس متينة للإسلام كدين مبني على العدل والمساواة ما يجعلهم مناسبا لجميع الأزمان والشعوب والدعوة في القرآن والسنة تؤكد على ذلك حيث تدعو الناس إلى التعارف والتعايش وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنصى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرامكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ومن المهم أن الله تعالى يخاطب في هذه الآية الكريمة الجنس البشر عمة بدون أن يفرق بين مسلم وغير مسلم وبين ذكر وأنصى رغم اختلاف أقوامهم وألسنتهم وألوانهم وأجناس وتقاليدهم الدينية ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين يثبت هذه المبادئ في قوله المشهور في حجة الوداع يا أيها يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربيين على عجمين ولا لعربيين على عجمين على عربيين ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن المعلوم أن أرسل صلى الله عليه وسلم في فضرة الجاهلية عندما كانت تنتهك شرف الإنسان وخريته وعاد الله للإنسانية كرمتها وحقوقها حيث كرم بني آدم وجعله أكرم مخلوقاته لما قال قال لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا وبهذا أن الكرامة الإنسان من أساسيات ديننا الحنيف وهي مفخرة عظيمة التي يعتز بها المسلمون وفي نفس الوقت لأجل خفز السلام والاستقرار وتفسيق علاقات العامة في المجتمع الإنساني منع الإسلام سب المقدسات الديانات الأخرى في قوله سبحانه وتعالى ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدواً بغير علم وحتى في ذروة سلطة الإسلام في العالم كان التصامح هو من شعار هذا الدين الذي أنزل مع كل القيم الإنسانية والتربوية العظيمة لأجل بناء مجتمع الإنساني خالي من الشوايب التي تؤدي إلى هدم وزعزعة الأركان الاستقرار في المجتمع وانتشار الظلم والعدوان والنزاعات وجاء الإسلام لإخراج مجتمع البشر من ظلمات الجهل والعدوة والسفك الدماء إلى نور الإيمان والأخوة والسلام وينبني ذلك على قاعدة أساسية التي تنبع من تعاليم القرآن الكريم ووصايا النبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نعتبره قدوة لنا في كل مجالات حياتنا فكل هذه الإرشادات ربانية تزرع في قلوب الناس السليمة شعور القرابة والاحترام حيث أنها الأساس لإرساء قيم السلام والعدل والمساواة والتصامع بين الناس والخزرات والثقافات التي لا تتحقق بدونها السعادة الإنسانية والسلامة والعدالة والخرية التي وهب الله للإنسان مع ظهور في هذه الدنيا التي نعتبرها مزرعة لكسب الآخرة وفي الختام اسمعه لي أن أنتهد هذه الفرصة ليعبر باسم شخصيا وباسم مسلم روسيا الاتهدي أن فايق شكرنا وعميق اقترامنا مقرونة بمحبتنا لجميع الخاذرين وهذا الوطن الكريم جمهورية المصر العربية أدام الله عزها وأمنها ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك فضيلة الشيخ نفيع نفيع الله على هذه الكلمات الطيبة الموجزة في وقتها أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا السلامة والتوفيق فقد أكد على أن الإسلام يدعو إلى التعايش الإيجابي بين البشر ويعلي من قيمة التسامح ومن قيمة الأخوة الإسلامية والأخوة الإنسانية ويرسي دعائم السلام العالمي فالجميع ينحدرون من نفس واحدة أما الآن فمع معالي القسجان أجاي النرويج رئيس الرابط الأوروبية للقادة والرسوليين فليتفضل أقصى أقصى لقد اعطيت بمعالي إمام نور who received me and blessed me and then I met this morning my friend from last year the Archbishop of Damascus Nalbandian and we're family and then today suddenly Dr. Goma he took me and he hugged me and he kissed me you know in Norway men don't kiss each other but he kissed me and he says we're family and you're welcome here anytime and what a blessing it is to have family that God is doing something great on the planet today of bringing people together from the heart and to love and respect each other I appreciate so much these interventions that we've been listening to both now and previously and I'd just like to say about religious tolerance that I believe it's important to see that there's theological issues there's strategic issues there's structural issues but there are also spiritual and personal issues and I'd like to focus on the personal because everything we do is about personhood you know when the great Egyptian Anwar Sadat made peace with Menachem Begin in 1979 that was a structural decision but it was also a personal decision with great cost for himself and that has changed the order of the day in the Middle East whatever a person does decisions and actions that we make change the world and we must always believe in the power of actions of the personal decision to involve ourselves with other human beings about 12 years ago as a pastor in Oslo, Norway in my church I had a young lady from Lithuania in Eastern Europe and I had a young man a Kurd from Turkey a Muslim and they fell in love and they came and said to me pastor can you wed us and I thought it's very difficult for a Catholic to ask a Protestant pastor to wed her but I said if the priest says it's okay I will do it and then I said to him what about you and your imam will he be happy about that oh the imam says it's fine he said then the wedding came and it was a beautiful ceremony it was outdoors the beautiful sunshine and I felt God's peace in my heart as I spoke and at the end of the ceremony suddenly I heard a voice from God I did not see the Catholic priest there but I saw the Muslim imam and I said will you come up here imam and help me together officiate in this wedding and he came up and they got wedded and it was a beautiful ceremony of showing respect and love I did not compromise my faith I have my faith the imam has his faith their own Catholic bishop has his faith but showing respect and love that changes the harmony of a city like Oslo and the family that this couple established in Norway about two years ago you see in Norway I make a lot of television programs every week I make high profile TV shows that are viewed by hundreds of thousands and I wanted to get to know the Egyptian ambassador but I did not know him so I sent him an email and I said Ambassador Ramadan may I make a TV show with you he said yes so I came to him and I realized that he and I don't agree on everything you know there are issues about Israel the Middle East that he and I could probably fight about but I heard the Holy Spirit say to me I heard God say to me don't talk about whatever separates you show love and respect and suddenly the words came out of my mouth Ambassador Your Excellency I see that you are a man of family love you love your family thank you for that I said since then Ambassador Ramadan and I have been best friends even now today he's writing to me how is it how is it are the Egyptians treating you well is everything good and it's a relationship of love last month I did the same with Dr. Al-Isa of the Muslim World League he's in Mecca Saudi Arabia he was in Oslo and I invited him to be on my TV show and it was 30 minutes of respect love heart warmth I could cry tears of joy and he writes to me every week and I write to him you see that is what happens when our personal decisions are involved this is not about theory alone theory is important but let's pay a price to love each other and respect each other three years ago I'm a man of sixty four and I have six adult children I have nine grandchildren I'm very happy but three years ago God spoke to my wife and I she's younger than me that we were to have another child she would be a girl and she would be a peace child and we got the name Selma in Norwegian it's the same as Salma in Arabic Shalom in Hebrew and three months ago Selma was born in Oslo, Norway into our home a miracle I'm a man of sixty four old men don't have babies you know that but I had it and Selma is a symbol of love and honor between us all at the hospital when my wife gave birth to Selma the Egyptian ambassador Amir Ramadan and his wife Heba they came to the hospital to love on us to show respect and love and peace and brought gifts to my baby and to this day they love my baby Selma you see God speaks today He tells us there is peace I don't believe there will be war between Muslims and Christians I believe in love and respect between us God bless you all I love you all thank you thank you thank you ويأتي للعاية المعنى على المتابعة على الإجابة الحياة والمعنى. المنزل الاجتماعي في الاجتماعي للحفظ قبل التأشياء المتابعة للأسفرية. هذا هو المنتج جديد لكي أفضل الحقيقي. وقالت أمور للعودة على المقبل المنطقة الدورية وقالتكي في المناسبة للإجابة السلامية وقالتك سؤال الأمور للعاملة وما نحن تتربط على المنطقة الدورية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وقد كنت تكون المساعدة في العام ـ من الناس أنه لا يمكن أن يكون مستقبل أن يكون المساعدة في العامين ولكن يوجد التواصل والسفرقين و حول المساعدة و السبب لماذا هذا السبب؟ لذلك، لذلك، أنه في أنه، في الأن الآن، كما أصدقاء أصدقاء عاماً، وفقاً، أصدقاء العام، وفقاً، كما أصدقاء عاماً، اليوم، كما أصدقاء عاماً، لإنقاء المعرفة لديمه البعض لعرفة على التعاون وعرفة على المعرفة على التعاون الهجب وعرفة على المعرفة على الإعلام وعرفة على السابق العقلية وهذا يكون محتاجة للغاية في المعرفة على الكلية quand je suis arrivé j'avais beaucoup de problèmes pour me connecter à internet c'est un homme ici, un travailleur un ingénieur très gentil que je ne sais pas quelle religion il a mais il a été très gentil avec moi très efficient et il m'a aidé pour pouvoir être communiqué c'est pourquoi l'homme avec toutes ses capacités personnelles و المعارضة هي تلك المعارضة على المدارات التجارية في المنزل إلى المنزل المترجمات. وعلى أحد تلك نهاتفين. نعلم أن نعلم أن نتعامل الناس ، نعلم أن الأجيب هو بي جمع ، جمع ، جمع ، بيجمع ، Dans le travail ici rentrent les structures organisationnelles, tant administratives que juridiques. Vous êtes un pays organisé à tous niveaux d'action pour le faire fonctionner. Mais il est clair que les instruments et l'organisation ne suffisent pas pour mener à bien un projet ou une entreprise. Ce sont les comportements humains et c'est pour ça que c'est très important la religion. Parce que la religion nous donne un sens, pas seulement ce que l'on sait faire, mais aussi ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas l'homme qui se donne ce qu'on doit faire, la dimension éthique, mais c'est Dieu. C'est un référent sûr de trouver la vie. Ils peuvent déterminer aussi, et pourquoi ça c'est important ? Parce qu'ils peuvent déterminer la qualité des comportements, le succès ou l'échec des progrès techniques et organisationnels. Parce que la technique, l'organisation, elle n'est pas éthiquement responsable, c'est l'homme. Le comportement humain a une grande relation avec la confiance qu'il nous accorde et la confiance que nous accordons à l'organisation dans un ensemble. Ça c'est un fait fondamental. Une entreprise humaine, si elle n'est pas fondée sur la confiance mutuelle, est vouée à l'échec. Et il n'y a pas d'expérience humaine qui peut rendre plus confiance qu'être unie par le grand Dieu. Il n'existe pas. Les hommes qui croient en Dieu, ils ont des relations de confiance très profondes. C'est la clé de toute entreprise qui doit être définie, non pas comme un groupe de personnes cherchant à attendre un but, mais comme une communauté de personnes. Et qu'est-ce que c'est la communauté musulmane, catholique, etc. ? C'est une communauté des personnes. Nous faisons référence aux moyens utilisés pour attendre ces objectifs. Il ne suffit pas que la fin soit louable pour que l'action soit éthiquement correcte. Nous devons également examiner les moyens. Et c'est pour ça que je suis très content ici dans cette intéressante conférence qu'on a parlé beaucoup de fois de bien, la parole bien, ce qui est bon, ce qui est juste. Et ça c'est justement Dieu qui est la bonté par essence. Nous devons également examiner les moyens qui sont ceux qu'il qualifie moralement une personne d'honnête ou de malhonnêteté. Merci beaucoup. La présentation est plus grande, mais je vais la laisser à M. Nour. Merci beaucoup. Très bien. Très bien. Très bien, monsieur. M. Nour. مع العالم الجليل وهو غني عن التعريف فضيلة الشيخ خالد الجندي بس دايماً بضم الجيم يعني لأنه جندي جندي في الدعوة فنسأل الله سبحانه وتعالى مش هنعطيه أكثر من عشر دعاين بس هو يستطيع أن يوجز ما نصب إليه من الفائدة بإذن الله في هذه المدة لأنه شفت يا مولانا بعض الإخواننا بدأ النوم يتغلب عليهم حتى نعفل جميع حتى من المداخلات بعد انتهاء كلمة فضيلة الشيخ خالد فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا وعلى عبادي الذين اصطفى وبعض السيد الوزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السيد الأستاذ الدكتور أسامة العبد السادة الحضور الكرام السادة العلماء الأفاضل تبتم وطبى ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا رحم الله المتقدمين ما تركوا للمتأخرين مقالا فمن حسن قدري أن أكون آخر المتحدثين حتى أختصر الكلام اقتصارا وأوجد الكلام إيجازا هذا المؤتمر الحقيقة قد أجيد اختياره واختيار اسمه بعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي والعالمي هذا العنوان تفرع عنه عنوان آخر عندما طلبت ببحث في التسامح وأثر في بناء هذا الوطن فاخترت أن يكون البحث في هذه المسألة الدقيقة التسامح بين الفهم السليم والوهم السقيم لماذا اخترت هذا العنوان لأن الحقيقة قد يفهم البعض أن التسامح معناه الخنوع ومعناه الاستسلام ومعناه الاستغناء عن الثوابت ومعناه تغيير المعتقد ومعناه التنازل عن عقيدتنا الغراء وعن فقهنا العظيم وعن تراثنا المشرف وهذا وهم ما بعده فهذا ليس تسامحا وإنما تنازلا نحن نرفض التنازل إنما نقبل التسامح إذن المسألة كما يقول علماؤنا ما هي الفضيلة؟ الفضيلة هي كل وسط بين رزيلتين كل وسط بين رزيلتين هي فضيلة فالشجاعة مثلا فضيلة إن زادت عن حدها الطبيعي أصبحت تهورا وإن نقصت عن حدها الطبيعي أصبحت جبنا الكرم فضيلة إن زاد أصبح سفها سفاهة وإن نقص عن هذا أصبح بخلا الحب فضيلة فضيلة بين الغلو وبين الجفاء الثقة بالنفس فضيلة بين الغرور وبين الخنوع كلها كلها مبادئ اختصرها الإسلام بميزانه الدقيق في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إذن الوسطية هي التي ينادي بها الإسلام هي التي لا استسلام فيها ولا تنازل ولا خنوع ولا مبالغة لا إفراط ولا تفريد وكذلك جاءت آيات القرآن تترى بهذا المعنى أيها الأعزاء عندما تسمع قوله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط هو الاختيار الوسطي للقرآن عندما تقرأ قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا بهذا معناه اختيار للوسطية في المنهج القرآني عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها اختيار للمنهج الوسطي عندما تقرأ قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية حتى في القصص اختار المنهج الوسطي عندما تقرأ قوله تعالى في قصة البقارة في سورة البقارة التي رواها القرآن عن موسى عليه السلام وأمته في قول الله تبارك وتعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون إذن القرآن كله ينادي بالوسطية بالاعتدال في كل شيء وهنا يكون التسامح التسامح هو المنطقة الوسطى التي يستطيع المرء فيها يستطيع المرء فيها إعطاء العفو والتسامح والبشاشة ونداوة القلب ونداوة العقل دون إفراط ودون إخلال بمناهجنا وثوابتنا إنه الوطن يا سادة إنه الوطن الله تبارك وتعالى يحب الضم يحب الشيء الذي يضم إلى الشيء القرآن مثلا حروف ضمت فكانت كلمات كلمات ضمت فكانت آيات آيات ضمت فكانت صورا صورا ضمت فكانت قرآنا وكذلك أهل الجنة المتعة في ضمهم إلى بعض قال تعالى وبسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدرهم من غل إخوانا على سرور متقابلين الفكرة هي فكرة الضم والاتحاد لذلك كان الوطن هو الوطن المضعوم من الأفراد ثم من القبائل ثم من الشعوب ثم صارت أوطانا هذه نظرية القرآن باختصار شديد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عندما ينضم الشعب والقبيلة تحت كنف واحد اسمه الوطن تتغير المفاهيم كيف تتغير المفاهيم يا سادة؟ أقول لكم الوطن هو رمز السماحة إنما الفرد هو رمز المشاحنة لذلك فقهاؤنا رحمة الله عليهم فرقوا فرقوا انظر ما كتبه الإمام محمد أبو زهر ومحمد عز دروازر رحمة الله عليهم يقولون لك أمرا عجيبا كنت أقرأه لأول مرة أن فقه الفرد يختلف عن فقه المجتمع عن فقه الأمة عن فقه الوطن يعني فقه الفرد يقوم على المصادمة فقه الوطن يقوم على الملاينة فقه الفرد يقوم على المشاحنة فقه المجتمع ويعني فقه الوطن يقوم على المسامحة ويقوم على العفو ويقوم على المجاوزة فقه الوطن يقوم على العزيمة إنما فقه الوطن يقوم على الرخصة انظر بالله عليك فإذا كانت هذه الصفات لا غر أو لا عجب إذا علمت أن التسامح هو فقه الوطن الوطن المتسامح مع أبنائه والأبناء المتسامحون مع بعضهم البعض هي أمة أريد لها القوة الأمة كما يقول الشاعر تأبى العصي إذا جتمعنا تفرقا يتأبى العصي إذا جتمعنا تكسر وإذا افترقنا تكسرت أحدا التسامح قوة التسامح هو اللغة الدعوية التي ارتضاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم انظر إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا لم يضف إليها شرطا ومبشرا ما أضف إليها شرطا ونذيرا ما أضف إليها شرطا إنما جاء إلى الدعوة قال وداعيا إلى الله بإذنه أضاف إليها شرط الإذن لكي يعلم الجميع أنك إذا أردت أن تكون داعية لابد أن تكون داعية بشرط الله لا شرطك بأخلاق الإسلام لا بأخلاقك بطباع النبي لا بطباعك بجوهر القرآن لا بجوهرك ودعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيره هذا هو القرآن الكريم لذلك لا تعجب إذا ما فهمت أن الله هيأ نبيه لتلك الرسالة بالتسامح أين أجد ذلك؟ اقرأ في صورة آل عمران عندما تجد قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم اللين المسامحة المهادنة الملاينة الملاطفة البشاشة القبول التماث العزر احترام المخالف كلها خصال اجتمعت في هذه الكلمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت من الذي قيل له هذه العبارة أيها السادة الكرام إنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المزداة سيد الأولين والآخرين لو كان فضاً أو غليظاً ما تحمله الناس فهل يتحملوك أنت؟ إذا كان الله يقول لنبيه ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفض من حولك إذن كيف أتعامل معهم يا رب العالمين؟ قال فاعفو عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر فإذا عذنت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أخوات الإيمان والإسلام الأستاذي الكبير الدكتور أسام العبد عندما ذكر أبياتي للشافعي ذكرني ببيت أيضاً للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه خلص ولخص وأوجز وأبرز وأظهر المسألة كلها فقال قالوا سمت وقد خوسمت نعم الله أنت الرجل بيتخاني معاك رد عليه افحمه أقحمه رأيك عليه اجهز عليه اسمع الإمام الشافعي لذا بالصمت سم أنشأ يقول قالوا صمت وقد خوسمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضاً لصون العرض إصلاحه أخوات الإيمان والإسلام لا أملك في هذه الكلمات الموجزة غير أن أبتهل إلى الله أن يحفظ أول رئيس تكلم معنا عن السماحة في الدين أول رئيس أشيد به في السر وفي العلن وبين يد الله سأشهد له يوم القيامة أنه تكلم في تجديد الخطاب الدين وفي تقبل الآخر وجمع أفراد الوطن وتعامل مع السيئة بالحسنة إنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وأمد له في عمره وحفظه حفظاً جميلاً وأعانه وأمده بمدد من عنده لما فيه خير البلاد والعباد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه الثاني شكراً فضلت على هذه الكلمات الطيبات وشكراً لك على التزام بالوقت أيضاً وأستأذنك وأستأذنكم في الإضافة بأن السيد رئيس الجمهورية هو من دعا إلى الوعي الصحيح والمواطنة تحتاج إلى الوعي وتقدم البلاد يحتاج إلى وعي الحاكم المستبد لا ينادي بالوعي وإنما ينادي باللاوعي يتحكم ويستبد هذا الرجل دعا إلى تصحيح الوعي وإلى أن يدرك الإنسان ما يقول وما يفعل وما يسمع حتى لا يكون هناك مجال للفتن أشكرك معالي الدكتور والحقيقة لا كنت عايزة أرحمكم من المداخلات لكن أبا الشيخ عبد الحميد إلا أن تكون له مداخلة وأرجو أن تكون هي الأولى والآخرة فضل يا شهر حميد السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعض أبدأ حيث انتهى فضيلة العلامة مسك الختام فضيلة الشيخ خالد الجندي وعندما ختم الكلام بالحديث عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله فالحقيقة كنت بالأمس أستمع إلى بعض المقاطع فاستمعت الفخامة الرئيس وهو يتكلم عن الذين يعيبون عليه الذهاب إلى تهنئة الإخوة المسيحيين بالكنيسة فماذا قاله قال أنا أفعل هذا ليس مجاملة وليس هذا الأمر من باب أنني أظهر نفسي أو أتودد لنيل شيء أنا أفعل هذا من منطلق ديني ديني وسماحة الإسلام التي أمرتني أن أذهب وأن أهنئ هؤلاء فهذا هو الرئيس الذي يبدأ بنفسه في تحقيق المواطنة هذه المواطنة الصادقة هي التي نحتاج إليها وخاصة إذا كان الرئيس هو الأسوة وهو القدوة كان بالفعل تطبيقا عمليا أن يمتسل جميع أفراد الشعب إلى التخلق بخلق السماحة والالتزام بهذا الخلق القويم فنحن نشكر لفخامة الرئيس هذا الموقف السديد الذي نحن نعتبره خاصة ونحن في أمريكا اللاتينية ونحن نتعامل هناك مع الرؤساء ونتعامل هناك مع الوزراء ونتعامل مع جميع قطاعات الدولة فنجد منهم هذه الأخلاق وهذه السماحة فلما نجد هذه في بلادنا فهذا من فضل الله عز وجل علينا نشكر رئيس الجلسة أن أتاح لي هذه الفرصة أستاذي ومعلمي فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة العب وأشكر جميع الحاضرين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الأبية وأن يحفظ أهلها قولوا آمين آمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا يا شيخ أب حميد على هذه المداخلة الطيبة ونعود إلى أن نؤكد مشمولا أن التسامح يبني المحبة والتضامن ويدحن العصبية بل ويدحن الفكر المتطرف والإرهاب الأسود الأعمى ومدام الشيخ خالد كمل علينا في أبيات لإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم لله در من قال أخي ينصح ولا تفضح وعاتب دون أن تجرح وسامح من أساء وقل عسى رب الوراء يسمح وإن ضاقت بك الدنيا تفكر فيه ألم نشرح وسلموا لك تيسيرا لعل الله أن يفتح وقل حقا بلا مين إذا ما شئت أن تمزح وتابع خير مبعوث ولذب الباب لا تبرح ودع ما قد هويت وخذ هوى المختار ذا أصلح ولا تركا إلى عقلك فعقل المصطفى أرجح ولا تحقد على أحد فذو الأحقاد ما أفلح وبعد نياك بالعقبة فنعم البيع والمربح وذات البين أصلحها ينال الفوز من أصلح وصل على الحبيب تفز ودوما بالسلام اصدح وبهذه الكلمات الطيبات نقم هذه الجلسة الطيبة نسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا السلامة والتوفيق بتيال بعد كده مولانا طب اتفضل يعني أنا الحقيقة قدام العمائم البيضاء ببقى حمامة بيضاء لأنا ألبس العمة يعني زي زيه بضبط معلش يعني قلنا معلش يا مولان الدكتور أين نحن كنا عاوزين آخر حاجة وصل على الحبيب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله الذي زين الإيمان في قلوب عباده المؤمنين وأطمعهم فيما عنده من فضل وما في جنته من نعيم معالي الأستاذ الدكتور أسام العبد وأستاذ وشيخ فضلة الشيخ خالد الجلد أطل الله في عمرهما وجعل ذلك في ميزان حسناتهما لا نستطيع إلا أن أقول لهم بعد معالي الأستاذ الدكتور أسام أولي العمائم البيضاء لا نستطيع إلا أن نقول له أسير خلف ركاب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوج فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب الناس في الأرض من فرج وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعراج في ذاك من حرج وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا جميعا وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفق رئيس دولتنا لما فيه خيري الدنيا والأخرة وإذا كنا نتحدث عن المواطنة في عصرنا الماضي والحاضر أقول لحضراتكم ونحن أمة واحدة داخل مصر بمسلميها وقبطيها أن الباب شنودة قال كلمته المشهورة أنه في طفولته رضع من امرأة مسلمة وقال فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمد سيد طنطوي رحمه الله الذي دفن بأرض البقيع أنه رضع أيضا في طفولته من امرأة قبطية وهذا يدل على الوحدة التي نحن فيها وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته الله فيكم جميعا وحفظ الله مصر من كل سوء ومن كل مكروه قلوا جميعا اللهم احفظ مصر من كل سوء واعدها يا ربنا إلى قيمتها العربية والإسلامية والإفريقية والعالمية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة